أعلنت الخطوط الجوية الكويتية أنها ستبدأ تسيير رحلات مباشرة إلى ملقة الإسبانية وكازابلنكا المغربية في الرابع عشر من يونيو المقبل وحول فتح خطوط مباشرة مع جهات أخرى مثل شيكاغو ولوس أنجلوس ومانشستر ونيس قالت الشركة أنها جاهزة لتسيير رحلات إلى لوس أنجلوس ومانشستر ولكنها تنتظر موافقة الجهات المعنية فيها وأشارت الشركة إلى أنها أضافت خدمة الوزن المبكر لكل الرحلات والتي تبدأ قبل 12 ساعة من موعد الرحلة وذلك لتخفيف الازدحام على المطار لافتا إلى أن الشركة ستعلن خلال الأسبوع المقبل عن عروض فبراير